موسيقى نشوف الخدمات اللي بتقدمها إدارة توادي وفنادق القوات المسلحة لها لنا هنا محافظة بانسويف وما يطلق على محافظة بانسويف هي لولئة الصعيد من كلال جول بانسويف أهلا بيك وتحادث سيادتك أهلا بيك يا فاندم وشرفتنا في جول بانسويف تنلم على جول بانسويف اطلع سحيرة على نهر النيل الخالد هنا في بانسويف وخلفية نهر النيل قولنا بقى الموقع نحن فيه بالضبط وما يميز هذا الفندق عن الفنادي اللي موجودة داخل بحافظة بانسويف الحقيقة جول بانسويف هو يعتبر أحد الكينات المتميزة اللي بتنضم السلسلة جول والحمد لله بيت بتغطي جميع محافظات الجمهورية بالموزم محافظات الجمهورية كمان الحقيقة في البداية قبل ما اتكلم على الفندق اسماح لي اننا اتكلم عن الموقع المتميز لي النادي والفندق هو في قلب محافظة بانسويف وممكن زي ما حقيقك شايف احنا اطلالة سحيرة مباشرة على نهر النيل خليني ابتدي مع حضرتك سريعا احنا الحمد لله في نادي وفندق جول بنسويف بنتميز بي مختلف من الخدمات اللي بنقدمها لأهالينا يمكن بياتي على رأسها خدمات الإقامة الفندقية والحقيقة اللي روعي من البداية ان هي مصممة لكي تحمل جميع وسائل الراحة والرفاهية والتي تماثل مسئلتها في العاصمة او جميع المدن السياحية الحقيقة احنا عندنا نوعيات او فئات مختلفة من الغرف المفترضة المزدوجة الاجنحة جميع اللي تربي جميع رغبات الاعضاء او اهالينا في محافظة بنسويف ويمكن كمان الزائرين لها من خارج المحافظات والزوار الاجانب لنا طيب طيب كمان ايه الخدمات اللي بتقدمها غير الفندق الحقيقة احنا عندنا برضو بالاضافة الى جانب الخدمات الاقامة الفندقية خدمات الانشطة المتنوعة واللي بياتي على اولويتها خدمات الانشطة الاجتماعية عندنا قاعات لحفلات الزفاف جميع المناسبات المختلفة من حفلات الزفاف حفلات الصدوبة جميع المناسبات المختلفة عندنا تشكيلة متميزة من القاعات المغلقة والاوبن اير المفتوحة واللي بتلبي جميع رغبات اهالينا في محافظة بنسويف ده اخد من كلام حضرتك وبنسويف فيها اكثر من جامعة فسيحة المؤتمرات دي مؤمة جدا هل بتنظم الجامعات المختلفة او المحافظة او اي نشاط اخر قامت المؤتمرات المختلفة داخل الفندق؟ الحقيقة حضرتك لمست نقطة مؤمة جدا واحنا يمكن الحمد لله حاصلين على الريادة فيها وهي ان النادي والفلدو بقى عبارة عن مركز جذب لجميع المؤسسات والشركات لتنظم المؤتمرات وورش العمل اللي نعملين فيها بجميع محافظة بنسويف احنا بدأنا الموضوع ده من فترة والفترة الاخيرة كمان يدرنا الحمد لله ان احنا نلابي جميع رغبات الشركات والحقيقات في التنظيم والجامعات كمان اكيد والجامعات طبعا طبعا اكيد ده بيبقى فيه مجود كبير لتنظيم هذه المؤتمرات والحفلات برضو والعنشطة المختلفة العاملين زي بنضربهم زي بنأهلهم الحقيقة الحقيقة احنا تنتهج الادارة يعني يمكن مش عن مستوى النادي فقط هي استراتيجية اصيلة من ادارة مواد وفترة النادي وفترة مسلحة للتأهيل المستمر للعاملين لتوحيد نمط الخدمة والرقيفة والتميز من مستوى الخدمة احنا بالاضافة الى الدورات المكسفة المستمرة اللي بيتلقاها العاملين الموجودين في النادي واللي بالمناسبة هم يعني قادر اقول يمكن شهدت مجروحة انهما يعني من من افضل واندر الى عاملين اللي انا بحس النادي وفندو جون بانسويق عليهم كلهم من اهلنا انا من بانسويق احنا العمالة كلها مدنية 100% من جميع اقلنا في حافظ بانسويق كمان احنا فيه دورات بكل مركزية في الادارة في الطائرة دارة نوادي في مدوقات مسلحة للتوحيد المفهوم على جميع نوادي ونادي جون هذا اكيد مجهود كبير هنا داخل الفندو وبناء على هذه المجهودات الكبيرة داخل الفندو قوات المسلحة هنا في بانسويق انتو حصلتوا على شهيدة الايزو واللينا حصلتوا عليها ازاي وايه الدعوبة اللي على اساس تم منحق هذه الشهادة والله احنا الحمد لله يمكن الامر لسه حديثا وان كنت برضو ارجع الامر الى اهله هي استراتيجية اصيلة من الادارة للريادة والتمييز لمفتلث الخدمات المقدمة تماما وكان ضروري لده وجود انعكاس هل التتمييز والريادة دي هل فعلا موجودة ولا باش موجودة احنا تقدمنا يمكن احنا الفندق رقم تمانية او رقم سبعة او تمانية تقريبا تقدمنا بملفنا للجهة جهة المنحة جهاز الجودة بالقوات المسلحة والحقيقة احنا مرنا بالعديد من الزيارات للمعاشة والفحص والمراجعة في النادي بتفيدكو فيه بقى يعني شهادة الايزول شهادة الايزول لها افادات كتير يا جيد يمكنني بيأتي على رأسها توحيد نمط مفهوم العمل يعني هي الشهادة ادارة نظام الجودة وادارة نظام الجودة وبيأتي تم قدمته توحيد مفهوم العمل بدل ما الاقسام بتشتغل الاقسام التخصصية الموجودة في النادي والفندق بتشتغل بشكل مفاصل لا ده هو بيكون فيه نظام مترابط متكامل ما بين الاقسام بحيث ان يكلل في النهاية لتقديم خدمة اه تميز تمام انا مش كونك مش اطول عليك واسمحنا ان ناخد جولة داخل الفندق يا فندم حالك شرفتنا وشانك عمر حضرتك واتفضلنا اشتركوا في القناة